الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد ففي رحاب فن المقال هذا الإصدار من سلسلة عؤية للفكر المستنير نقف مع موضوع نحن أحواج ما نكون إليه في تطبيقات حياتنا المعاصعة وهو شيمة الوفاء وخلق الوفاء ويقولون الوفاء من شيم الكرام وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لم يشكع الله من لم يشكع الناس ويقول صلى الله عليه وسلم من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كفأتموه ويقول صلى الله عليه وسلم من أزدى إليه معروف فليزكوه فمن ذكر فقد شكر ويقول الحق سبحانه وتعالى ولا تبخص الناس أشياءهم ومن بخص الناس إنكاروا لجميل وعدم الاعتراف به الوفاء من شيم الأنبياء يمتدح الله عز وجل به أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام فيقول صبحانه وإبراهيم الذي وفى ويقول صبحانه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وفي الوصايا العشر التي جاءت في أواخر صورة الأنعام والتي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية وبعهد الله أوفوا فالوفاء بالعهد مما أجمعت عليه جميع الشرائع السماوية لا يوجد دين واحد يقر الخيانة أو الغد أو عدم الوفاء بالعهد ويقول صبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة يظل يقول لك اشهد الله وأقسم بالله وعهد الله وعهد رسول الله ثم للأسف الشديد تفقع يقول صبحانه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون خلف العهد والوعد وعدم الوفاء وخيانة الأمانة من أخص صفات المنافقين آية المنافق سلاس إذا حدث كذب وإذا رعد أخلف وإذا اتمن خان ويقولون سلاسة تعجل لها العقوبة في الدنيا الغد واليمين الكاذبة وعد المعتزر خائبة وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فقيل هذه غضرة فلان ابن فلان يقول رب العزة في الحديث القدسي سلاسة أنا خصمهم يوم القيامة عجل أعطى بي ثم غدر وعجل باع حرا فأكل ثمنه وعجل استأجى أجيان استوفى منه العمل ولم يوفيه حقا وعندما ننظر في سعة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان خير الناس للناس كان أوفى الناس للناس كان أوفى الناس لأهل كان أوفى الناس لأزواجه كان أوفى الناس لأصحابه كان أوفى الناس لأمته من ذلك كانت مرأة عجوز تزور النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها فيقوم صلى الله عليه وسلم فيهش لها ويحسن استقبالها ويقول إنها كانت تأتين على عهد خديجة ثم يقول صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة آمنت بي آمنت بي إذ كفى الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وعزقني الله منها الولد هي التي وقفت إلى جانبه يوم أن عاد من الغار في أول لقاء الوحي واتجفة قالت له هول عليك يا أبن أخي والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم نحن في أيام سلعة الرحم فصل الرحم إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف ونحن في أيام قاعد ضيف فأطعم الطعام إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف وتحمل الكل وتنصو المظلوم وتعين على نوائب النهر لم ينسلها النبي صلى الله عليه وسلم مراقفها الكريمة إلى جانبه فقال في اعتزاز آمنت بي إذ كفع الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وأزقني الله منها الولد وفي شأن سيدنا أبي بكر عضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من الذي يقول عن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر قلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله لا تبقين في المسجد خوخة أي فتحه إلا خوخة أبي بكر فلنتعلم الوفاء من نبي الوفاء من خاتم الأنبياء والمعسلين ما أحوجنا إلى وفاء مجتمعي وفاء للأبوين وفاء للأبوين اللذين تعبا وصحى وعبيا وأنفقا وفاء للمعلم سواء كان معلما بالمدرسة أم بالجامعة أم في المهنة أم في الصنعة قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا لا أن يكون حالنا كحال القائل أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده أماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني خلق جحود الجميل ونقان الجميل ليس من الإسلام في شيء ديننا دين الوفاء من أزدى إليكم معوفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه وفي الحديث القدسي يقول رب العزة عز وجل عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه نسأل الله أن نجمل حياتنا بشكه وبالوفاء لمن أزدى إلينا معوفا بالوفاء لأهلنا والوفاء لوطننا والوفاء لأبائنا والوفاء لأصدقائنا والوفاء لمعلمينا والوفاء لقادتنا إنه ليذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر